هاي كيفكن تمنى تكونوا خير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج السرطان رح حاول احكي فيها عن مشاعر الحبيب نوايا وإلا ما ستقول علاقتكما رح تحدث كذلك عن العزيب رح حاول اكشوف هل رح يجلب لكم اشخاص وجودت بحياتكم يا برج السرطان وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكو عيب لقناتي تدعموني وشكرا للكون كذلك بدي نوع على ان هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع حاولوا تشوفوا اي فيديو اكتر تناسبكم او شفتوها تناسبكم بحياتكم وذلك فيه امكانية ان تكون قراءة عكسية كل ما اشاركنا شخص اخر كل ما كانت احتمالية ان يكون القراءة عكسية عميت لعندي بهذه القراءة يا برج السرطان كأنه تعرضت لصدمة تعرضت لغدر من شخص كتير قريب لايك ممكن حتى فرض من العائلة يا برج السرطان شخص كنت بتحسبه حبيب قريب زوج حبيب كنت تحسوا معه بالاستقرار في صدمة تعرضت لغدر يا برج السرطان امحسك كتير متألم وكأن ما بدك تنتقم او بدك عدالة من الرب تنتقم لك من هذا الشخص ممكن دمر لك عائلتك دمر لك حياتك الاسرية لانه سرطان كشخص بحب العائلة وبيته وحياته الاسرية ما بحب انه حدا يلمس له يلمس عائلته بشوف شخص يعني يتعدى على حرمة هذا البيت عمشوف كذلك حتى الحبيب حاليا يا برج السرطان ممكن يعني مهتم اكتر بالعمل بالشغل بالموارد المالية كأنه يبحث عن جني مال من وراء عمل عمشوفه عم يكد عم يشتغل بشدة بهذا الوقت كل يعني اهتمامات ومنصبة نحو العمل عمشوف كذلك انت يا برج السرطان مشاعرك نحو هذا الشخص مشاعر جميلة بتحس انه هذا الانسان يناسبك جدا بتحس معه بامين بتحس معه بيعني حتى باستقرار عاطفي ممكن هذا الانسان عم يجلب لك استقرار ممكن هذا الانسان كذلك بتحسه شخص ناجح يعني ناجح مديا كذلك ناجح بالعمل ناجح بحياته بتحسه انه شخص يستحق ان اكون معه شخص منه تعفيه شخص منه كسول يعني شخص يستحق ان اكمل معه حياته حياتي امسوري لانه تعبيني هذا اليوم ما ادري احكي كذلك عم شوف الحبيب يعني مشاعره نحوك يعني هذا الانسان بحبك على فكرة بالرغم من انه بيبين لك او اهتماماته منصب بنحو الشغل فانا عم شوف هذا الانسان بحبك كتير عم شوف عنده ممكن صفة انه يستطيع الموازنة بكل ما هو عملي وبكل ما هو يتعلق بالحب هذا الانسان عنده هذه القدرة يعني يحب ويكون ناجح جدا بالعمل لانه اغلبية الناس اللي بيكونوا ناجحين بالعمل بتلاقيهم يهملون يعني طرف اللي هو اما الحب يا اما العمل كذلك عم شوف الاشيء اللي ما حبيته في هذا الشخص او كنت دائما تزعيجك بهذا الشخص ممكن عم شوف كأنه عصبيته انا عم شوف هاد الشخص عصبي واوقات هاد الشخص كأنه عم شوف شخصيته متقلبة بين العصبية وبين السرور والضحك يعني شخص فارفوج بالرغم من انه شخص مرح اوقات بيقلب لشخصية جادة وشخصية عصبية انت ممكن تتوتر لما يصير هيك كذلك ايجابياته او الاشياء اللي بتحب فيه كذلك عم شوفك بتشوفه على انه شخص بيحب الاستقرار شخص مستقر حتى ماديا ممكن بيشتغل بمنصب جيد يدر علي اموال جيدة كذلك عم شوف حتى هو اشياء اللي ما بيحبه فيك ممكن انت بتزعل يعني بسرعة ممكن تغري بالطنش تغري بتعمل بلوك تغري بتبتعد كل مجرحك رح تبتعد عنه وخلص وتسكر ممكن تعمل له بلوك ما تحكي معه ابدا ما بيحب هذه الشغلة بيحبه لو انه اذا كان في مشكال يحلوه مع بعض مو تتركوه وتروح من غير تفسير ولا تبرير اوكي حتى الايجابيات اللي بيحبه فيك على انه شخص بدك عائلة بتقدر العائلة بتقدر البيت بتقدر اللمة بهمك موضوع الاسرة والبيت شخص تهتم لا يكون عندك عائلة واسرة وبيت لانه يعني ممكن انت يا برج السرطان ما بتهتم كتير لموضوع العمل يهمك جدا البيت والاسرة واللمة والدفل عائلة نوايا هذا الشريك نحوك عم شوفوا بدوا انه تحاولوا انه تلاقوا حل بيناتكن مثلا ما تزعلوا كتير من بعض كأنه يريد ايجاد التوازن بينكم يعني مثلا اذا كنت بتزعل اذا كنت بتتعب مثلا منه وتخاصمه وتبتعد ما بده هذا الشيء بده انه يعرف كيف يتعامل معك يا برج السرطان بده يتوصل الى ان تكون العلاقة دائما فيها اخدرد فيها اذا زعلت تحكي له اللي بقلبك اذا زعل كذلك يحكي لك اللي بقلبه يكون فيها افصح عن مكنونة قلبك كذلك يكون فيها حتى توازن اذا ما كانت العلاقة متوازنة يكون فيها هذا التوازن هذا ماذا ينوي يعني هذا الشخص او هذا الشريك تراحة بهذه القراءة لا ارى يعني ابتعاد او فرقة بهذه القراءة ممكن انت حاليا او نوايك نحو هذا الشريك للبعض يعني في حالتين في البعض منكم مبتعدين عن بعض بس بتحبوا بعض يعني في فراق او كأنه كنتوا بتجاكروا بعض مو فراق يعني لمدة طويلة عم تطلع عن دي كارت كذلك في لسه ناس يعني لساتهم بهذه العلاقة حاليا مو مفترقين نوايك انا عم شوفه كأنه بدك تصلح الامور اذا كانت فيه امور عالقة اذا كان فيه اشياء بده حل انتوية حاولوا تصلحوها تلاقوا حل بيناتكن عم شوف هذه النية برج السريطان كذلك عم شوف الى ما ستقول علاقتكما عم شوف انه العلاقة اذا ما كان حسيته فيها بهذه الاواخر او اخر فيه استقرار عم شوفها تقول الى استقرار عم شوف كذلك على انه للنيس المبتعدين واللي متفارقين بهذه القراءة او من برج السريطان يعني هذا الشهر عم شوف فيه عودة اذا بدك عودة ايه اكيد فيه عودة فيه يعني عم شوفه متلهف اللي يحكي معك اللي يبعث لك مسج كمان عم شوفه يعني متسرع اللي يفضفد اللي بقلبه للك بده يستقر معك هذا الشريك عم شوف كذلك للناس اللي العذاب عم شوفهم معجبين بشريك معجبين بشخص عم يراقبوه من بعيد ممكن هذا الشريك بعيد عنهم وهذا الشريك عم شوفه الوصفات الجميل الوصفات الحسن عم شوفه جميل شكلا وحتى اخلاقا على الانسان كتير معجب بهذا الشريك ممكن انت تترقب او تتمنى انه يبعث لك مسج ممكن للبعض يكون بس اعجيب وممكن للبعض علاقة من الماضي وانت يعني تراقب هذا الانسان هل يحكي معي او لا بدك تتمنى انه تكون عائلة معه بدك يعني تحلم انه تكون اذا كنت امرأة تجيبي بيبي من هذا الشخص في كتير احلام بهذا القراءة خاصة للعذاب يعني رح شوف النصيحة انا بشوف هذه النصيحة كأنه اذا انت جريء وخاصة سرطان منه جريء ابدا انه تفسح انه تكون جريء وتفسح عن عن مكنونة قلبك اذا كان هذا الانسان معجب فيه لا تكون سعيد معه اذا ما صحت بقلب قلبك يا برج السريطان ممكن يكون في خسارة خسارة هذا الشخص وانت ما بدك خسارة هذا الانسان هذا كل شي بيطلع عندي للعذاب طاقات اللي عم تطلع عندي عمشوف برج الجوزاء برج الميزان عمشوف كذلك برج العقرب قوس يعني وبرج السريطان هذه الطاقات اللي عم تطلع عندي بس كل الطاقات يعني فيه ابراج نارية ترابية هوائية ومائية يعني تقريبا كل البراج تقريبا كل الطاقات تقريبا كل الطاقات عمشوف انه هذه الورقة كأنه تدعوك او تقول انا صادق بماذا احس ممكن هذا الورقة تعني ما تشعر به انت يا برج السرطان انه صادق باحسنسك نحو اتجاه الحبيب وكذلك عمشوف ممكن تكون عكسية يعني الحبيب صادق جدا بمشاعر نحوك عمشوف هذه الورقة بتطلع اكسبكت او مرياكل لانه هذه دائما تطلع لما ستقبل دعوة كنت تدعو الله وراح تستجيب لالك وهيدي دعوة لالك كذلك هذا الكارت انه انه تلاقي الاليه انه تحكي معه انه تصلي انه تروح على يعني دائما هذيا الورقة تعني تروح على مكن او مسجد او تروح تصلي تحاول جدد روحك مع الاليه تحكيه للي بقلبك وهيدي كمان وراقي انه الصلوات او الدعاء سيقبل للك عمشوف هود هذوا الورقة الكماليه يعني انه في تغيير بالعمل رح يحصلك نطلع برج السرطان ممكن تغير عملك ما تحس انو اذا العمل يناسبك ممكن تغير كتير على الشيء ما كانت تناسبك انت يا برج السرطان عمشوف انو في بداية جديدة رح تبدأ انت سواء كان بالعلاقة سواء كان بعمل عمشوف في بداية جديدة رح تكتب لبرج السرطان بتمنى انو كون يعني خفيفة تضل على برج السرطان وحكيلو ولو انو بدي تمنى لكم كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكوا على قناة